السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير انجليش المصطلح تلسمين وستاش كي ما شو هنا يعني الضغط على الصوت هابط وهنا طلع يعني غادي نقراوها هاد او اي غا نقراوها اي وهاد ما دي هنقراوها اوت 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 واي ولكن هزو الصوت دي نعلى way اوت واي اوت واي اوت واي اوت واي اوت واي اوت واي اوتواي واحد الفيرب لواحد الفعل لتي بيين تميز شي حاجة لش حاجة يعني 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 تتبين بان الحاجة الاولى اهم من الحاجة الثانية مثلاً هنا Community outweigh than living lonely يعني العيش في الجماعة جماعة أفضل من العيش في يعني الواحد في يعني في العيش وحيد أحسن من العيش على الوحدة أو الوحدانية loneliness هي الوحدانية حسن من الوحد يعيش بوحده يعني outweigh تسعطي أهمية ذي الحاجة الأولى أكثر من الشيء الثاني أعودوا معي Community outweigh than living lonely Community outweigh than living lonely هذا هو المصطلح outweigh إلى أن نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته